السلام عليكم ورحمة و تعالى وبركاته احباب ام عبدالله فيديو جديد كنتمنى يلقاكم تمام الصحة والعافية ان شاء الله بالعالمين كيف موضح معكم في الصور اليوم ان شاء الله غنديروا بانكيك ان شاء الله بكل العبارات غنديروا الصغير الميني وغنديروا المتوسط والكبير كلهم بالنفس الخالط خليكم معي تشوفوا المقاذير طريقة تحضير ومقاسات بالكاس بالجرام وبالميني كذلك خليكم معي بسم الله على بركة الله اول شي احتاجوني ان شاء الله هو واحد جوج البيضات بدرج صحرات المطبخ متوسطي لحجم البيض قنوضعوهم في واحد الاناء دي العمل او صلادير او بول يعني باشماء سميناها غدي نضيفوا لهم ان شاء الله قبضة دي الملح ثم غنضيفوا لهم كيس سوكة فانيليا بالنسبة للي عندهم سوكة بالنسبة للي عندهم فانيليا سائلة غيد الفوء ملعقة صغيرة الكيس في 7.5 جرام دي السوكة بالفانيليا ثم غنضيف سكر حبيبات 60 جرام بالنسبة للمقاس كيباليكم في كاس العين باش حال غنعبرهم معاكم كذلك بالملعقة غيرضيكم ابعات الملاعق ممتلئة بالنسبة للمقادر ان شاء الله غنتركها لكم في صندوق الوصف باش اللي بغاها يلقاها ان شاء الله بالعالم كيبالي اعتذر مرات كان وعدكم بانترك المقادر وكنسا ما كانت تركه في صندوق الوصف كيبالي اعتذر لكم كي قلنا بعات ملاعقة ممتلئة 60 جرام كنخلط الكل السكر مع البيض مع السكر الفانيليا والملح كنخلط جيدا ذاك البيض كي نسجملي مع السكر وكي تغيير لي قليلا اللون ديالو حتى كي يستاعدني باش الخارج ديالي جيد جيد ورائع يمكن اللي بغا يدير في الخلاط الكهربائي يدير لكن انا كان نصحكم بهذا الطريقة احسن نخلط كل عناصر كيف قنات ثم ان شاء الله غندوز باش غادر نضيفه ان شاء الله الزيت بالنسبة لزيت المائدة عندي هنا 24 ملي ديال زيت المائدة ما يعادل بعض ديال الملاعق ديال الطعام اي ملاعق كبيرة تكون مملوئة كيف ما مضح معاكم في الصورة كيف ما اشتو حاوتنا تكون المقاسات بالنسبة لما عندوش الميزان فهو غادي يخوض المقاسات بطريقة الملعقة وبالكاس العنبة 20 ملي زيت مائدة ما يعادل بعض الملاعق كبيرة ملاعق طعام نخلط ثم اضيف 25 جرام ديال الزبدة الزبدة احنا عنا حرارة مفرطة يعني الزبدة كتدوب براثها مجرد ما تتخرج من التلاجة او من البراث فهي كتدوب يعني ما محتاجاش ان اني ندوب بها فانا مباشرة احطيتها في المطبخ تقريبا واحد نصف ساعة فولت ليها بهذا الشكل كيف ما كتشوفو فهي دايبة بوحدها الزبدة 25 جرام كتلكم فهي موضحة معكم فهي ملعقة الزبدة بدرج تحارات المطبخ ركت توضح لكم انها دايبة عندي شفتوها منيزلتها من الملعقة فبين انها دايبة إلا كان الفصل غير فصل الصيف فنحطوها في الميكرو واحد دقيقة حتى نزوج الدوب لنا ولا ندرو حمام مائي ونحطوها غادي الدوب بسرعة كيف تشوفو هنا في الخلطة دابت لي بوحد سهولة ثم بعد ما نحرك جيدا حتى تختفي الزبدة نضيف الحليب بالنسبة للحليب بدرجة حرارة المطبخ مائتين ميلي والمفضل حليب كامل بالنسبة لما يدير لا ريجي من الأول والكدير يجيما ما عادش يأكل بانكاك مائتين ميلي ديال الحليب سوف نعبر معكم كذلك بكأس العنباء بالنسبة للكأس لا يكون مملوء على الأخير سوف نضيف الحليب في الكأس لا يكون ملوء يعني كأس وربعة تمني يكون واضح لكم وكون الفيديو مفيد جدا للناس الذين يريدون بانكاك مقاصة مضبوطة وعجين وهي رائع القوام ونتيجة جدا رائعة سوف تشوفوها من بعد نخلط الكل بالعالمين سوف نضيف الدقيقة من قبل سوف نوفر لنا الوقت 180 جرام دائما البانكاك يكون أقل من الحليب من نسبة قليلة 20 حتى 30 جرام لكي يكون ناجح الخليط لكي يكون قليل كأس نضيف كأس 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 قمنا نضيف كأس 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 ان شاء الله معايا. نخلطك يقولنا حتى نحصل على قوام رائع. هذا الخليط الذي سنحصل عليه سنخليه 5 دقيق ان شاء الله يفتاح. نبدأ نطيبه. هذه كراحة التي سنخليه مزيانة ستعطيكم نتيجة الى جدا. 5 دقيق ديال الراحة. وعادة ندوز باش نطيب. بالنسبة لي هنا يراك تشوف القوام كيف داير جدا رائع. سوف نضعه هنا في واحد الكاس. وعادة نبدأ نطيب ان شاء الله. سننهش بالمغفاء او بملعقة. سنستعمل هذا الكاس. سيساعدني. يمكنكم استعملوا اي كاس بغيته. او تهزو بالمغفاء. لكن هذا الكاس يتحكم اكتر وحسن لكم وانتم ملكم الاختية. استعملوا اللي بغيته. بالنسبة لي ما عندوش كاس. يمكن لي ديال بوش. ولكن بالنسبة لخليط ديالنا فغادي شوية البوش غاي عدبكم. هكا بالكاس كتتحكموا في اكتر. اه مقلات فوق النار. كنا اعتذر دولت عليكم. مقلات فوق النار. تكون مقلات ساخنة جيدا. مقلات تكون غير لاسيقة. ما كتلساقش. وكن نقصوا من كتسخن. كان نقصوا النار تكون من هادئة الى متوسطة. ما تكونش عالية النار. وكنصبوا الخليط ديالنا. بشكل كتشوفو. هنا بديت بليب بانكيك المتوسطي الحجم. كي كتشوفو معايا. الخليط جدا هائم. يعني القوام دياله جدا رائع. المقلات مدهنتها لا بزبدة لا بوالو. بالنسبة لي ما كان دهنش بالزبدة. بالنسبة لي خافت. يمكن لدهن بالزبدة. انا ما كان دهنش بالزبدة. كنت استعملها مباشرة. لكني متأكدها من الخليط ديالي. متأكدها كذلك من المقلات. فقط ليش كت ممكن لدهن. لي خافت عندها المقلات متان تخافت لصق لها. من جرد ما كي طيبو غدي يتهزو لك بكل سهولة. ما عندكش مشكل. فخليت لكم الفيديو هناك كيف ما هو ما زببتوش. باش تشوفو بانهم كي يتهزو اول دوك اللي حطيت الاولين هم هادو. يتهزو بكل سهولة. من كي يطيبو الجهة الاخرى. كنقلبوهم وكنخليوهم يطيبو على هذه الجهة. ما كان قلبوهم حتى كي يكونون كي يعطيونا توقوب حل بغرير كيتقبولينا وكيبانو لنا انه مشفو من الفوق. عاد كنقلبوهم. كنستمر بنفس الطريقة. غنطيب المتوسطي للحجم. غنطيب صغار. لي ميني ميني. لي ميكرو صغار. وغنطيب الكبار وحد العدد ماشي كتير. مهم غنطيب كل شي الانواع معكم بنفس الخليط. باش غتشوفو ان شاء الله في اخر الفيديو. راكي جي كلهم رائعين. اتمنى يكون واضح لكم في الصورة التقب كيفاش كتولي. عادة كنقلبوه. حتى كي يتقب جيدا. عادة كنقلبوه. كانت استمروا ويقولنا حتى كنكملو كل شي. ومن بعد ان شاء الله غادي اكيد من بعد ما نكملو نقدموهم لكم بالصحة والعافية. بالهناء والشيفاء ان شاء الله. رافقتهم بصو الشوكولة سريعة جدا. ان شاء الله غنقول لكم اشديروا فيها باش تحضروها. هتاخدوا واحد دانت وشوكولة. ماشي ما نسميهش مهم دي سيرو شوكولة. اي واحد اي نوع بريتو. غتجيبو وغتاخدو معا واحد. افعا حتى الخمسة دي القطاع دي الشوكولة. داك العادي اللي كدير بعد ريال هدوك. غتضيف لك دانت. غتضيفو لدك الشوكولة. غتوضعوه فوق النار مهيلة خفيفة بزاف. واحد كازوه ان تكون مكاتل استقش من الاحسن. اولا ديبوه فوق حمام مبيم. وغادي تخليوه كي يدبش شوية غتضيفو لي واحد ملعقة صغيرة حتى تلزج ملعقة ديال زيت المائدة. صافي. وغادي تقدموه معلي بانكيك ديالكم. المضاق ديال هاد شوكولة كيجي جدا هائل معلي بانكيك. نقدموه لكم الصحة والعافية. صغيرين اه قاعوا المتوسطين. وهدو الكبار. كيجيوا جدا هائلين. واحد المضاق جدا رائع. اه اسفنجيين من الداخل. اشان نقول لكم عنهم كيجيوا روعة. تبعوا المقادير والطريقة. وان شاء الله ستحصلوا عليهم بنفس المضاق و بنفس الطعم اللي حصلت عليهم ان شاء الله بالعالمين. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم ديالنا بانكيك. مع اه سوش شوكولة رائعة. كيف شفتو كنقدمهم ان شاء الله بهاد شكل. كنضيف الشوكولة. غنضيف رقائق اللوز من الفوق معهم. وغنضوقهم معكم كيجيوا يا سلام عدك الشوكولة ورقائق اللوز كيجيوا وروا. تمنى اكيد تجربوهم وتفضلوا لي كيف العدف التعليق. نحبكم في الله. اكيد دائما ان شاء الله وابدا. الله يجمعنا دائما على ما حبته وعلى طاعته. وان شاء الله يخلي كل واحد الاحباب واهله. نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو قادم. مع الف سلامة. ديفوا لي بانكيك راهم رائعين. لايك للفيديو. المستوا في الفيديو ديالنا. افادة. اشاركوا مع احبابكم واصدقائكم. شكرا لكم ورا اخرى. داحياتي. الى لقاء مع الف سلامة.